معي هنا في السوديو الصحفي المتخصص بشأن الإيراني مسعود الفاك مساء الخير سيد مسعود ربما البعض ينظر لخطاب روحاني بأنه كلام حملات انتخابية ولكن إلى أي درجة عهد روحاني وما حدث فيه هو يفرض أخذ كل ما يتحدث عنه اليوم على محمل الجد لو تحدثنا عن البعد الاقتصادي قد يكون روحاني استطاع أن يقدم شيئا ما خلال هذه الفترة وهذا شيء طبيعي عندما يتم إلغاء العقوبات تأتي فترة نوع من الانفتاح الاقتصادي داخل البلد ومحاولة بناء علاقات اقتصادية مع إيران أمر طبيعي أنا أعتقد أي شخص كان بدلا روحاني من بعد إلغاء العقوبات كان يستطيع أن يحقق نفس الشيء الذي حققه حسن روحاني ولكن هو يتكلم يخوف الناس لا يخوفهم من الوضع الاقتصادي من عودة التطرف إلى المجتمع ولكن الاتفاق صحيح ولكن الاتفاق بعهد روحاني طبعا الاتفاق في عهد روحاني وبضوء أخضر من المرشد الأعلى روحاني لا يستطيع أن يوقع هذا الاتفاق لو لا المرشد الأعلى أعطاه الضوء الأخضر وتوسطت سلطنة عمان بين إيران وأمريكا وبدأ الحوار بضوء أخضر من المرشد هناك اتفاق داخل النظام وليس من قبل حسن روحاني اللي وحده حتى يوقع الاتفاق النووي لو كان هناك رضل الاتفاق النووي حقيقي من قبل المرشد والحرش الثوري لتم رضل هذا الاتفاق من هنا هذا الكلام يقول لنا بأن هناك حاجة ماسة لهذا الاتفاق كان ولرفع العقوبات ولولا هذه الحاجة لما كان صاحب الكلمة الفاصل في إيران وافق على هكذا الاتفاق إذن ما حدث إلى أي درجة هو المطلوب أن يبقى متواصلا في إيران وماذا يقول لنا هذا عن فرص روحاني فرص روحاني كبيرة جدا رغم أنه في المناظرة الأولى ظهر أضعف من نائبه وكان نجم المناظرة في الواقع جهنغيري ويقول البعض من الإصلاحيين حتى نطلب من روحاني ينسحب لصالح جهنغيري لأنه طرح قضايا كثيرة رفض سيطرة المتشددين على الأوضاع أشار إلى الذين يعانون من الحصر داخل إيران والإقامة الجبرية وذكر الرئيس السابق الذي ممنوع ذكر اسمه وهو خاتمي ظهر بمظهر أقوى وطرح قضايا وقال أنا أمثل الإصلاحيون هنا ولكن روحاني كان في المناظرة ضعيف جدا حاول يدافع عن فترة حكمه عن السنوات الأربعة لم يقدم شيئا جديدا يقول البعض لذا نفضل بأن ينسحب روحاني وجهنغيري ورد ما قدمه خلال عهده يعني ربما هي بالنسبة للكثيرين كافية لأن يعيد انتخابه والمناظرات طبقا يعني ليست هي من سيحدد صحيح يعني نشهد مناظرات دائما بغض النظر من يكون أقوى فيها المناظرات أنا متابعتي للمراكز الإعلامية الإيرانية التي تؤثر على التيارات خاصة داخل المجتمع الإيران وخاصة على التيار الإصلاحي الذي هو التيار الرئيسي الذي يدعم حسن روحاني كان يفضل جهنغيري في هذا الحوار ولكن بدون أدنى شك هناك احتمال قوي بأن جهنغيري ينسحب لصالح روحاني هم دخلوا مع بعض حتى ينسحب واحدهم لصالح الثاني دخلوا كفريق في هذا الانتقال روحاني دون أدنى شك الإيرانيون سوف يضطرون أن يختارون بين المتشددين أو حسن روحاني لا يوجد خيار ثالث أمامهم لذا فرصة حسن روحاني أكبر بكثير من فرصة أي متشدد آخر خاصة قالباف ظهر بشكل ضعيف ورئيسي ظهر بشكل أضعف رغم أنه الكثير قالوا بأنه رئيسي هو المرشح الأساسي للحرس الثوري والمرشل سحي ويبقى أيضا منافسة قوية قوية قد تكون بين قالباف وحسن روحاني طيب المواطن الإيراني إذا ما يعني بعيدا عن التيارات مواطن الإيراني إلى أي درجة هو يميل أكثر لانتخاب روحاني يعني الذي نعرفه أفضل مما لا نعرفه وأثبت الموضوع نتحدث عن وضع اقتصادي نتحدث عن تبادل تجاري رفع العقوبات مستوى قياسي وصل إليه تبادل تجاري بين إيران والدول الأوروبية وبالتالي كل هذا مستفيد منه المواطن كان نحن نعرف بأن هذه القرارات لا يزال الأمور في بدايتها لا يمكن الحكم المطلق بأن إيران استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة تحقق المعجزة الاقتصادية كأننا نتحدث وكأنها حقق المعجزة الاقتصادية الأمر ليس هكذا لا يزال الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي داخل المجتمع الإيراني رديء وصعب للغاية ولكن حسن روحاني يستطيع أن يركز على شيء مهم جدا وهو ركز عليه مسألة الحريات ومسألة مطالبة الحرس التوري أن يذهب ويحرس الحدود بدلا من يدخل في شؤون المواطنين هذه الأمور ترىها حسن روحاني وشعارات جيدة جدا لأن المجتمع الإيراني تواق إلى الحرية الاقتصادية والحرية السياسية إلى جنب بعض ونعرف الليبرالية الاقتصادية لا يمكن إلا أن تكون معاها الليبرالية سياسية داخل المجتمع وهذا ما يريده الشعب الإيراني إيران من 1909 عندما بدأت الثورة الدستورية في إيران وإيران كانت من أولى البلدان في العالم لها دستور في 1909 لحد الآن الإيرانيون يطالبون بالحريات والديمقراطية لذا حسن روحاني يحاول الآن يضرب على هذا الوتر ويعرف ماذا يريد الشارع الإيراني ولكن نعرف بأن الطرف الآخر ليس سهلا حتى إذا فاز حسن روحاني في الانتخابات سنطابع هذا دائما معكم فترة هذه الانتخابات ما قبلها خلالها وبعدها شكرا لك سيد مسعود الفاك السحة في المتخصص بالشأن الإيراني